لم تشهد العملية السياسية في العراق خلال عام 2017 أي انفراجة في مسارها الممتد على مدى 14 عاما من عمرها فقد تواصل الصراع بين شركائها الرئيسيين بنفس الوتيرة التي عرفت في السنوات السابقة وبرغم وعود الإصلاح السياسي التي تعهد العبادي في مطلع تشكيلة حكومته الحالية عام 2014 بإنجازها إلا أن أي من هذه الوعود لم يبصر النور حتى الآن أما العاصفة الكبرى التي ضربت العملية السياسية خلال عام 2017 فكان الاستفتاء الكردي الذي أجري في الخامس والعشرين من شهر أيلول للتمهيد الاستقلال شمالي العراق حيث أيد 90% من سكان كردستان العراق خيار الانفصال عن العراق الأمر الذي استفز إيران والأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق فترجم هذا الاستفزاز إلى عدة إجراءات سياسية وعسكرية وإدارية قاسية وفرض حصار اقتصادي وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطارات كردستان العراق استفتاء كردستان العراق كما أنه قدم دليلا آخر على هشاشة العملية السياسية وحجم الغل والكره السياسي بين أقطابها الرئيسيين كشف أيضا أن الحالة السياسية الكردية ليست في وضع منسجم أو متفق على الأقل في قضايا مصيرية كاستقلال الكرد وهو الحلم القومي التاريخي وعلى ضفة الأحزاب الشيعية كان ثم تصراع مرير لسيما بين رأسي حزب الدعوة الحاكم المالكي الذي ما زال في دأب مستمرا للعودة إلى حكم العراق مستثمرا علاقاته المتينة بميليشيات الحشد التي تبادله الود والولاء باعتباره أي المالكي رجل إيران المعتمد في العراق الجديد والطرف الآخر في هذا الصراع الأعبادي الذي يحاول استثمار انحسار مسلحي تنظيم الدولة من المدن التي سيطر عليها عام 2013 باعتباره نصرا كبيرا ليكون منصة له لدورة ثانية في حكم العراق لكن رئاسة الحكومة ثمت من يسيل لعابه عليها أيضا غير الأعباد والمالكي بل ويرى نفسه الأجدر بها وهي ميليشيا الحشد التي تظن أنها من ساهم بترد مسلحي تنظيم الدولة من العراق وبالتالي لا بد أن تكون رئاسة الحكومة القادمة لها لا أحد يعرف من الذي يدير الأمور في العراق هل هي الأمم المتحدة أم مرجعية النجف أم حكومة العبادي هذا ما قاله إياد علاوي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الذي حذر من أن عمر الإرهاب سيكون طويلا جدا إذا استمرت نفس البيئة السياسية الحالية في العراق وهكذا يمضي عام ويأتي آخر والعراق الجديد في نفس الحلقة المفرغة من صراعات الشركاء السياسيين والفساد الحكومي الذي جعل خزينة البلد شبه خاوية والمجتمع يرزح تحت وطأة الفقر والعوز والبطالة والتشرد والسكن في مخيمات اللجوء وانعدام الخدمات البلدية الأساسية ومدن مسوات بالأرض جراء حروب 2017 وما قبلها ترجمة نانسي قنقر